تدهور العملة عرض لمرض فمن من مصلحته أن يعتل اقتصاد اليمن؟ تلميحا أشبه بالتصريح يوجه وزير في حكومة اليمن الشرعية أصابع الاتهام إلى الإماراتيين لفت وزير النقل اليمني صالح الجبواني الأنظار إليه منذ فترة بتصريحاته المناوئة لأبو ظبي هذه المرة قال مغردا على تويتر إن ثمت أطرافا تدفع بعملة بلده إلى الانهيار وأعاد بدايات تلك المحاولات إلى صمود مزدوج للحكومة اليمنية أولا فيما يسميها معركة يناير أي المحاولة الفاشلة لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعوم جميعها إماراتيا للسيطرة على مقار الحكومة في عدن وثانيا خلال أزمة سقطرة حين حاولت قوات إماراتية الاستيلاء بالقوة على الأرخبيل اليمني تكرر اسم الإمارات في الواقعتين فأي مصلحة لها في إيذاء اقتصاد اليمن باستهداف عملة البلد؟ الهدف برأي الوزير اليمني هو إسقاط الحكومة ثم ابتزاز الرئيس عبد الرب منصور هادي لتنصيب أخرى تضفي صبغة رسمية على الانهيار والتشضي إنها كلمات خطيرة إذا صدقت لا يعرف ما إذا كان الجبواني قد قالها من فرط تهور أم جرأة وليس معروفاً ما إذا صدرت تعليقاته بإعاز من الرئيس اليمني أو دون ما تنسيق معه في كل الأحوال تنتصر تلك التصريحات والسابق من مثيلاتها لحكومة اليمن الشرعية ذات الوضع الخاص جداً في السعودية حكومة ليس سراً أن أبو ظبي تعمل في غفلة من الرياض أو تواطئ منها على تقويض سلطتها في المحافظات التي أخرجت من سلطة الحوثيين ربما اتضح أمام ناظري كل يمني الآن أن لقطبي التحالف أطماعاً في بلده لا تتناغم مع الأسباب المعلنة للتدخل العسكري هناك عام 2015 لكن ما ليس واضحاً تماماً هو المغزى من إضعاف حكومة يمنية لا يزال ذاك التحالف في حاجة إليها على الأقل غطاءاً لاستمرار وجوده في اليمن لذا يسأل متابعون للمشهد هل أصبحت حكومة الرئيس هادي عبءاً يتعين التخفف منه وما البديل المطروح غيرهم يسأل ألا يبالي الساعون لإقصاء هادي بمفاقمة عذابات شعبه من جراء الحرب وتهاوي الاقتصاد أي أن كان مفتعل الأزمة فقد نجح في جر الريال اليمني إلى أدنى مستوياته أمام العمنات الأجنبية منذ أعوام ولذلك ثمنه يدفعه أمثال هؤلاء ممن أخرجهم ترد الأوضاع الاقتصادية إلى شوارع محافظات يمنية عدة أخرج أغلبها من سيطرة الحوثي ولم يخرج من أسر أجندات تروم التمدد والنفوذ والاستئثار بخيرات اليمن أدرك هؤلاء قبلا انحراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهداف عاصفة حزمه وفهم الآن كما يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تخنقهم أشبه بعقاب جماعي ممن جوبهت سياساتهم في اليمن برفض شعبي ورسمي لكن ذلك لن ينزه السلطات الشرعية بأي حال عن المساءلة الشعبية إن لم يكن لافتقارها لسياسات اقتصادية ناجعة فلتغاضيها كما تتهم عن الفساد ترجمة نانسي قنقر